أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لمشروع ضخم في مجال البيترو كيمويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أنكوراج للاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سواء فيما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية أو بشأن تيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للإصراع بتنفيذه جاء ذلك خلال لقائه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لاستعراض ملامح المشروع حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بالاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص في قطاعات الاقتصاد الوطني من أجل إحداث التنمية الشاملة المطلوبة وذلك في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص من جانبه أوضح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن المشروع يقام باستثمارات تقدر بمليارين وخمسمائة مليون دولار ويستهدف أن يتم تصدير ما قيمته مليار وخمسمائة مليون دولار في المرحلة الأولى ترجمة نانسي قنقر